لا علاقة نهائياً اللازر لإزالة الشعر بالسرطان اللازر تفتح به جلالة في الأطبة ديال العين تفتح به بصفة عامة اللازر هو دوء تعريف لازر الأصل دياله ليزر هي light amplification بالفرنسية la lumière amplifier هو بالعربية دوء مركز إذن هو دوء تكون حرارة وهذه الحرارة من بعد تتمشي الجدر ديال الزغبة تتصغرها فش تتصغرها الشعراء تتصغر في ديامتق ديالها يعني تتولي أصغر وتتصغر تفطول ديالها ما تنقتلوش حين الزغبة غير ما تزمقاش تتنمو على سطح البشرة نونك هذا الدوء هذا تندروه في جميع المناطق في الإبطين في المناطق الحساسة تتدار في تادي تتدار في المايو في المناطق الحساسة تتدار في تاديين العيالات اللي عندهم مشكلة تكون عندهم شعر زائد وغليد وكحل في منطقة التاديين في الصدر لأنهم تكون عندهم مشاكل هرمونية تكون تكييس المبيض في الأغلب ديال الأحيان نونك تتدار لهم اللازر لإزالة الشعر بدون أي خطورة لأن هذا الضوء المركز يستهدف فقط حيث اللازر عنده إنو سيبل يعني عنده شي حاجات يمشي لها فيما يخص إزالة الشعر تمشي الجدر ديال الزغبة دونك تصغرها تسخنها تصغرها سيدلي لكتخيصيته لتتولي حرارة وتتصغر الشعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر